حديث إسرائيلي من مسؤول إسرائيلي يعني على وكالة رويترز وبموقع أكس وأمام العالم يتحدث أن هناك أسلحة استراتيجية تنقل إلى سوريا ونحن نضربها يعني هذا أمر واضح للغاية ولكن في نفس الوقت أيضا نحن أمام تصريحات علنية ورسمية من وزير الخارجية الإيراني ومستمرة إن كانت من لبنان إن كان عند عودته إلى طهران يتحدث بأنهم سيدخلون في هذا الصراع أن استمر الوضع على ما هو عليه وأنهم يحاولون تهديئة الأمر وغيرها كيف تفسر هذه التحشيدات من الأسلحة والكلام الرسمية السياسية الإيراني ما الذي يهدف يعني ما هو الهدف وكيف ترى فرص دخول حزب الله على هذا الصراع مع بدء العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة نعم هذه بالحقيقة تقرأ في أبعاد دارة الصراع على المستوى استراتيجي بين كل من إيران والولايات المتحدة والحفاظ على أمن الحلفاء والعمق استراتيجي الضامن للمجال الحيوي لنشاط إيران أو نشاط الولايات المتحدة الفارق أن إيران لا تمتلك القدرات لاستثمار الجو في إجراء عمليات التواصل ورفض القطاعات التي تمثل عنقل استراتيجيا أو أمن الحلفاء لتحقيق ضمانات تحقق فيها على أقل تقدير التكافؤ لم نقل التفوق لأننا نعمل في معادلة الحرب نقول أن حسابات الانتصار والهزيمة تكون على أسس تقدير الموقف تقييم الموقف وتقدير الموقف وعلى أساسها يتخذ القرار في الحرب من عدمه فبما أن إيران تدرك هذه الحقيقة أن قدراتها باتت محدودة في سوريا وأن لم تبقى لديها جبهة ممكن أن تناور بها إلا الجبهة في لبنان وأن الضاغط في السيادة الجوية المطلقة لم نقل في بعض الأحيان التكالب الجوي الذي يظهر في بعض الأحيان هذا يؤثر على معادلة الردع ومعادلة إبقاء الميدان حيوية لتحقيق مكاسب سياسية بدأت بشكل أو بآخر إيران تخسر الميدان تعبويا وبدأت تستشعر الخطر أن النظام السوري فيه خطر أما قد يبدل وجهته تحت معطيات الضغط السياسي أو أنه سيصار إلى تغييره وإذا حصل التغيير فمعنى ذلك انقطعت عرى التواصل بين المحور الذي تدعمه إيران وهو محور الممانع والمقاومة تعبويا وسياسيا فلذلك الأمر واضح أن إيران تستخدم الآن الملف الدبلوماسي للضغط لكن المعطيات في الميدان هل سيشترك حزب الله أم لا هل سيستطيع حلفاء إيران في داخل سوريا من إدامة زخم معركة يغيب فيه الدعم والإسناد الجوي لأنه في المعارك الحديثة الحروب غير التقليدية والمعارك الحديثة كنا حتى على مستوى الأركان نقول أن القوة الماسكة للأرض هي التي تحسم المعارك ولذلك كنا نكني المشات بسيد الصنوف بدأت المعادلات تختلف وبالتحديد في حرب التسعين وواحد وتسعين أدركنا حقيقة مؤدها غيرت نمط التفكير العسكري إلى أنه باتت القوة الجوية والقدرات التسليحية ومسك الجو ضامنا لتحقيق السيادة المطلقة وبالتالي مسك الجو أصبح أخطر من مسك الأرض فضلا عن الإمكانيات التي تتحلى بها الولايات المتحدة فأحنا أمام معادلة بالحقيقة فيها ضغوط تضع الجميع أمام ما يطلق عليه بالخيارات الصعبة ليست إيران فقط المملكة العربية السعودية في حالة حرج المملكة الأردنية الهاشمة وهي التي تمتلك حق الوصايا الهاشمة الذي يجمع بين البعديين البعد السياسي والبعد المعنوي والاعتباري لأن هذه مسألة فيها بعد معنوي وبحكم المملكة الأردنية الهاشمية بزعامة هاشمية هي التي تحدد مسار القضية الفلسطينية لحق الوصايا على فلسطين منحها إلى الأسرة الهاشمية مصر الآن تستشعر الحرج في قضية احتمالية التدفق باتجاه سيناء وما لها من أبعاد كثيرة لا يستعلى الحديث عنها لكن بقدر تعلق الأمر في حزب الله في تقديري لم تفتح هذه الجبهة إلا في الحالات القصوى ولا زلنا في إدارة الصراع وفي إدارة الأزمة لم نصل إلى هذا الحال لبنان يعاني من خانق اقتصادي والحروب ما لم يكن هناك على أقل تقدير اطمئنانا الاقتصادية لا تخوضها لا الدول ولا الجماعات وحزب الله يدرك حقيقة مؤدئة أنه إذا فتح النار فلن يواجه إسرائيل فقط سيواجه القدرات التقنية العالية جدا للجهد الساند لإسرائيل على سبيل المثال حاملة الطائرات التي تحركت هي لم تكن في حالة استرخاء ولم تكن في الولايات المتحدة هي كانت مع إيطاليا في مناورات مشتركة طيب شنو دخل إيطاليا في قضية التحرك من إيطاليا باتجاه حوض البحر المتوسط لأنه منظمة غاز الشرق المتوسط والتي فيها الاتحاد الأوروبي دوره مراقب الولايات المتحدة فيها مراقب والتي بالمناسبة تتحدث عن حوض غاز الشرق المتوسط الذي يعدل أكثر وفرة على مستوى الغاز في العالم فضلا عن أنه يمثل كرقعة استراتيجية مهمة البديل عن الغاز الروسي وتعسر إمداداته أبر نورت ستريم وان ونورت ستريم تو فإذن أنت أمام منظمة غاز الشرق المتوسط والتي بهذه الفواعل بالمناسبة فرنسا جزءا من أوروبا وأيضا فرنسا عضو مباشرا في هذه المنظمة إيطاليا هي عضو أيضا وإيطاليا لديها استثبارات في مصر المقر لهذه المنظمة وين في القاهرة وهو الذي سيرسم ملامح خط التنمية العصري خط التنمية العصري إذا يسعى الوقت ستحدث لك به بمعادلة غريبة أرسلت منها الولايات المتحدة رسائل حتى على قضية البريكس ومن يراهن على البريكس حينما كان لقاء الجي توانتي التقى الرئيسي الأمريكي في ثلاث أطراف التقى بالهند والتقى بالبرازيل والتقى بجنوب أفريقيا ما هي البريكس من خمسة؟ البرازيل والهند وجنوب أفريقيا والصين وروسيا وبعدها انطلق مشروع التنمية العصري مشروع التنمية العصري الذي يرسم خطا استراتيجيا ضامنا لأمن الطاقة وأمن توازن الردع استراتيجي بين الصين وبيل الولايات الواتحة هل تعلم أن الهند لديها في خليج البنغال لديها جزيرتين هذه الجزيرتين اللي هي أندرامان وكونيكار هذه الجزور منذ عام 2001 عززت فيها الهند قدرتها القتالية بقوة أربعة قواعد جوية قاعدتين بحرية وعززتها بفرقة عسكرية السبب حتى تسيطر على مضيق ملقة مضيق ملقة ارتباطات الجغرافية مرورا يرتبط ايدلوجيا بمضيق هرمز ولو تلاحظ مضيق ملقة الأمن القوم الصيني مضيق هرمز الأمن القومي لإيران ماذا كان يتبنى الرئيس ترامب كان يتبنى استراتيجية الاحتواء المزدوج إقليميا لإيران ودوليا للصين فالمعادلة واضحة جدا لذلك هو سلم على هذه الأطراف وقال أنه في البريكس نحن نسيطر الغريب أنه طريق التنمية العصري والذي أشاره في الخارطة نتنياهو نتنياهو أشاره إلى الخارطة ورسم عليها خطا أحمر امتد من الإمارات المملكة العربية السعودية مرورا بالأردن وصولا إلى حيفا هل تعلم أن حيفا فيها استثمار كبير جدا حتى الميناء الساند لحيفا هو باستثمار الصيني طيب جميل وأن الاستثمارات الصينية المتبادلة بين الولايات المتحدة وبين الصين تفوق المليار دولار فهل يعقل أن الصين تدخل في تحدي وتقتحم منطقة تصنف أنها جزءا من الأمن القوم الأمريكي وتفرط بهذه التوازنات الدولية من أجل نظما هي باتت على وشك الانهياء